أهلا بكم عبر رؤساء وممثلوا الكنائس الأرثوذكسية عن امتنانهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والشعب الأردني لاستضافتهم اللقاء الأخوي لبطاركة الأرثوذكس الذي عقد مؤخرا في العاصمة عمّان مشيرين إلى جهود جلالته في مجال تعزيز حوار الأديان على المستوى الدولي كما أعلنوا في بيانهم الختمي أن هذا الاجتماع سوف يعملوا على توطيد أواصر المودة بين الإخوة وبين كنائسهم تفاصيل أوفى حول هذا اللقاء العالمي في سياق التقرير التالي دعا صاحب الغبطة البطرييرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطرييرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين رؤساء وممثلي الكنائس الأرثوذكسية إلى اجتماع في العاصمة الأردنية عمّان من منطلق الرؤية الجوهرية نحو الوحدة الأرثوذكسية المقدسة شارك في اللقاء كل من بطرييرك القدس وبطرييرك موسكو وسائر روسيا وبطرييرك سربيا ومندوب عن بطرييرك رومانيا والكنيسة الأرثوذكسية البولندية ورئيس أساقفة التشيك وسلوفاكيا مع وفودهم المرافقة لهم حيث استقبل صاحب السيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس الوفودة المشاركة عبر مطار الملكة علياء الدولي وكان في استقبال غبطة بطرييرك موسكو صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية وجمع من الأساقف والكهنة من الكنيسة الأرثوذكسية في القدس والأردن كما شكر غبطته سمو الأمير غازي بن محمد على هذه المحبة وعبر عن سعادته في زيارته الثانية لأرض المملكة الأردنية الهاشمية أرض المعمودية التي تحوي على العديد من الأماكن الدينية والتاريخية كما أعرب عن خالص محبته واحترامه لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في حفظه ورعايته للأماكن المقدسة وعبر أيضا عن شكره لغبطة البطرييرك ثيوفيلوس الثالث على دعوته الكريمة للقاء البطاريكة في عمان كما شكر سمو الأمير غازي بن محمد غبطة البطرييرك على زيارته مؤكدا أن الأردن هو بلد المعمودية وأرض مباركة شاكرا كل الحجاج الروس الذين يتوافدون للمواقع المقدسة وفي الختام تمنى لغبطته إقامة طيبة والتوفيق في اللقاء الأرثوذكسي وخلال اللقاء الأخوي الذي عقد في العاصمة عمان نوه المشاركون عن تفهمهم لقلق بطرييركية القدس إزاء الخطر المحدق من انشقاق الاتحاد الأرثوذكسي وعبروا عن امتنانهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم ملك المملكة الأردنية الهاشمية والوصي الهاشمي على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية في الأراضي المقدسة ولشعب الأردن لاستضافتهم لهذا الاجتماع في عاصمتهم عمان وشيرين إلى جهود جلالة الملك الاستثنائية في مجال تعزيز حوار الأديان على المستوى الدولي كما شكر المشاركون بطرييركية القدس ممثلة بصاحب الغبطة البطرييركثي أوفيلوس على الجهود الحثيثة الهادفة إلى فتح طرق الحوار ودعوة الإخوة للالتقاء في روح تسودها الوحدة الثامنة مشددين على أن النور المنبعث من القدس هو بمثابة شاهد عيان لتلك المدينة المقدسة والتي لا تتوقف عن إبراز تنوعها الديني والثقافي محتفية بوجودها وبقائها رمزا للبيت الدافئ الذي يضم الأديان الإبراهيمية الثلاثة ألا وهي المسيحية واليهودية والإسلامية وأعلن المشاركون أن هذا الاجتماع سوف يعمل على توطيض أواصر المودة بين الإخوة وبين كنائسهم وتعزيز روابط السلام في المسيح فيما بينهم والدعوة إلى وحدة الكنائس الأرثوذكسية وتجديد الحوار راجين الله أن يحقق أملهم في الوصول إلى الوفاق والتغلب على الخلافات وبعد اللقاء استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في قصر الحسينية المشاركين في لقاء عمان الأخوي العائلي للبطاركة الأرثوذكس وممثليهم من أجل الحوار والوحدة وخلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته شدد جلالة الملك على أن المسيحيين جزء لا يتجزأ من تاريخ المنطقة ولهم دور مهم في حاضرها ومستقبلها وأكد جلالته أن الأردن مستمر في تحمل مسؤوليته التاريخية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة من جهتهم شدد البطاركة الأرثوذكس خلال اللقاء على تمسكهم بوصاية جلالة الملك على الأماكن المقدسة المسيحية وعلى أهمية الوصاية الهاشمية من أجل الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في مدينة القدس وبعد لقاء جلالته التقى سمو الأمير غازي بن محمد ببطاركة وممثلي الكنائس الأرثوذوكسية على مائدة محبة وفي ختام اللقاء قدم البطاركة الهدايا التذكارية لسموه عربون محبة وامتنان على استقباله ولقائه المميز وختمت زيارة البطاركة الأرثوذوكس على أمل العودة بلقاء أخوي جديد قبل نهاية هذا العام مع مشاركة الأخوة بشكل عام